وضع الحقيقة بقدر مأساويته وهو الوضع الراهن في فلسطين تحديدا غزة المحتلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة البعض قرر أنه يتحرك وياخد خطوات فاعلة يعني كريج موكيبر هو مدير مكتب حقوق الإنسان التابع لأم المتحدة في نيويورك واللي خد قرار أنه يقدم استقالته نتيجة اعتراضه على ما يحدث من إبادة في قطاع غزة فلسطين حقيقة أنه كريج موكيبر معانا عبر الزوم أنا آسف مدير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نيويورك أهلا بك كريج على القناة الأولى جمهورية مصر العربية أنا مش سامع تقريبا خالص أنا آسف طب كريج يمكن أفهم جدا أنه تقدمت باستقالتك لأجل ما تراه أنه إبادة في غزة لكن إلى أي مدى ترى أن المجتمع الدولي يقف بشكل متراخي أمام ما يحدث في قطاع غزة تجاه الفلسطينيين من سياسات إبادة جماعية وأبرتايد ما أراه هو أن المجتمع الدولي يفشل مرة أخرى في إيقاف هذه الإبادة الجماعية في غزة أنا استخدمت هذه الكلمة بسهولة لأن هذا ما يصف الوضع هو انتهاك لحقوق الإنسان وكمحامي لحقوق الإنسان فأستطيع أن أقول أن الأوضاع وأن تعريف كلمة إبادة جماعية في الأمم المتحدة أعتقد أن هذا ينطبق تماما على ما تفعله السلطات الإسرائيلية في غزة وهذا هو بالتحديد الإبادة الجماعية في غزة وأنا أشرت إلى اعتراضي أشرت إلى امتعاضي عن ما يحدث في غزة وهذا ما قد حدث من استقالاتي منذ أسبوع كريج هل تعتقد أن المجتمع الدولي يستطيع أن يتفهم أن استقالة مدير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنيورك هي إدانة كبرى للمجتمع الدولي وإدانة أيضا للمنظمات الكبرى التي ترى ذلك ولا تتحرك لأكون واضحا أنا لا أدين كل الأمم المتحدة ولكني أدين الجانب السياسي للأمم المتحدة تحديدا وخصوصا مستشار الأمن وما أراه أنهم حذرين وحريصين جدا في ردودهم تجاه ما يحصل في فلسطين وأيضا أستطيع أن أقول أن السياسات الغربية تحديدا تجاه ما يحدث في إسرائيل والحملات التي تشن ضد غزة أستطيع أن هذا لا يساند الموقف الفلسطينيين في غزة وأيضا الولايات المتحدة الآن تدعم سياسيا وماديا وتدعم وتساند بشكل فعال ما تفعله إسرائيل من جرائم في غزة هذا هو الجانب الذي يجب على المجتمع الدوري المشاركة فيه وإيقافه وبصراحة أعتقد أن أعتقد أن المجتمع الدوري لم يتخذ كل الإجراءات وكل مقاومات وصلاحيات لإيقاف هذه المجزرة ما هي الإجراءات التي من الممكن أن يتخذها المجتمع الدولي لإيقاف هذه المجازر في رأيك في الأول يجب على المجتمع الغربي التوقف عن دعم عن دعم إسرائيل مرة واحدة لأن هذا العنف الذي يحدث الآن يجب أن يكون هناك اعتراض دولي في البداية لإدانة هذه المجزرة هذه المجزرة الجماعية الأمر الثاني هو يجب أن نوضح اتجاها واضحا للولايات المتحدة اتجاه ما يحدث وعدم الدعم المستمير لإسرائيل في هذا الأمر وأن يضعوا حدا ونهاية لما يحدث ثالث أمر وهو أن نكون واضحين اتجاه من هم المسؤولون عن هذه الجريمة التي تحدث يجب أن نرى أفعالا من المجتمع الدولي يجب أن نرى أفعالا وواضحا من المحكمة الدولية يجب أن نفعل كل ما نستطيع لإقاف ما يحدث العالم الغربي ومجتمع الدولي عموما يبدو الآن أن هناك البعض من يستمتع بما تفعله إسرائيل ولكن يجب أن نضع حدا لما يحدث وأن نحدد المسؤول عن هذه الإبادة وفي النهاية أقول يجب أن نقف يجب أن نقف صامدين وأن نضع حدا وأن ننهي ما يحدث وأن نضع أقدامنا على الطريق الصحيح لاتخاذ هذه الخطوات لم يتبقى شيئا للفلسطينيين في غزة الآن أعتقد أن حقوق الإنسان تنتهك الآن من جانب الإسرائيلي أعتقد أننا يجب أن نطلب وأن نطلب من الجانبين أن نطلب من الجانبين احترام حقوق الإنسان وأن نقول أن حقوق الإنسان يجب مراعتها من المجتمع الدولي يجب أن نتحلى بالمسؤولية تجاه ما يحدث من هم المسؤولين في رأيك بجانب إسرائيل عن هذه المذابح التي تحدث في غزة نحن نعرف بالفعل من هم المسؤولون من داخل إسرائيل في بداية الأمر يجب أن يكونوا حازمين في مواقفهم من البداية يجب أن نبحث وداخل ملفات وأرشيف الحكومة الإسرائيلية منذ عقود وهذا الأمر ما نراه بشكل شائع فهذه الإبادة لا يمكن أن يكون عقاباً جماعياً لكل أهل غزة ولا يجب أن يكون العقاب بناء على اختلاف اللغة أو اختلاف العرق وكأنهم حيوانات وهذا ما أقرته للنهاية المتحدة مؤخراً أن العقاب لا يمكن أن يكون جماعياً ليشمل الأطفال والنساء والمسنين فبالتالي هؤلاء هم أول الناس المدانون في هذه الحادثة وأعتقد على المجتمع الدولي أي دولة تدعم أي قوة من مشاركة في هذا الصراع من الناحية المادية من ناحية التسليح أعتقد أنها مشاركة وأعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تكون واضحة تجاه أو إزاء هذا الأمر وأعتقد أن المسؤولون يجب أن يعرضوا للمحاكمة بعد انتهاء هذا الأمر هل ترى كريغ أن ما يحدث الآن من مذابح تقوم بها دولة إسرائيل تجاه المدنيين في غزة تستطيع أن تقيمها صراحة بأنها جريمة حرب نعم نحن نقول كل ما يحدث هو جريمة حرب رأينا عقاباً جماعياً في غزة قاموا بقاطع الطعام والشراب والدواء وكل مؤهلات الحياة قاموا بقطعها في غزة حوالي 2 مليون وثلاثة من عشر استعداد سكان غزة يعانون تحت هذا الحصار يدمرون البنية التحتية ويقومون بإبادة المدنيين فهذه المستشفيات، المساجد، الكنائس، المدارس كل مؤهلات الحياة تبادل الآن في غزة يجب أن نواجه هذا الأمر ويجب أن نصفه بأنه جريمة حرب ما نراه الآن أيضاً هو جريمة حرب في الضفة الغربية وليس فقط في غزة القتل العشوائي الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية التعذيب، الهجمات على المجتمع الفلسطيني أيضاً وهذه أيضاً جريمة حرب وليس فقط في غزة ما نراه الآن أنها جريمة حرب كبيرة في الجانب الشمالي، في الجانب الجنوبي من غزة في الضفة الغربية كما قلت من قبل في خطابي الماضي أن هذا الأمر هو فشل مرة أخرى للمجتمع الدولي تجاهها في فلسطين كريغ، هل في تأديرك تستطيع أن تسمي دول تدعم إسرائيل في أثناء هذه الحرب أو في أثناء ارتكاب هذه الجرائم؟ أعتقد أن المشكلة أن الدول التي تساند إسرائيل يبدو أنها ملزمة تجاه ما تفعله مع إسرائيل لأن شعوب هذه الدول يرفضون ما يحدث ويقومون بالمظاهرات التي نراها في العالم الآن على سبيل المثال أوروبا كلها على سبيل المثال بريطانيا على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية ولكن ما يجب على الحكومات هو الاستماع للشعوب ودعم حقوق الإنسان الناس في كل أنحاء العالم يقفون مع الفلسطينيين تجاه ما يحدث لحماية حقوق الإنسان وأعتقد أن العالم يجب أن يتحرك هذا ما آمله أن نتماسك وأن نلتزم بمواقفنا تجاه ما يحدث نحن الآن في القرن الـ 21 ونرفض ما يحدث هل ترى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي المسؤول الأول عن هذه الجرائم ويجب التحقيق معها أمام المحكمة؟ حكومة إسرائيل نعم مشاركة وهي أساس هذه الجريمة أعتقد أن هذه الجريمة وهذا العنف تجاه حقوق الإنسان المجتمع ومحكمة العدل الدولي أعتقد أنهم يجب أن يقدموا للمحاكمة بالفعل يجب علينا أولاً على الدول الرافضة أن تدين الإبادة الجماعية ما تحدث في المقام الأول قبل أن نحاكم أعتقد أن من ينفذ هذه الجريمة يجب أن يعد في الحسبان وأن يوضع للمحاكمة نعم كما ذكرت أعتقد في المجتمع في محكمة العدل الدولية وأعتقد أن يجب وأعتقد أن يجب أن يقدموا يقدموا للمحاكمة العاقلة الأمر يجب أن يؤخر أعتقد أن يجب اتخاذ القرارات القانونية اللازمة في أسرع وقت وأعتقد أن هذا أمر هاماً كما تعرف إذا أمهلت هذه الأمور المزيد من الوقت فبالتالي سيحدث تأخراً تجاه ما يحدث في فلسطين ولن نستطيع أن نرجع إلى هذه الخطوة مرة أخرى من ينفذ هذه الجريمة يجب أن يقدموا للمحاكمة إسرائيل دائمة الحديث عن أن ما تقوم به هو للدفاع الشرعي عن نفسها تجاه هجمات طلقتها يوم 7 أكتوبر أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية داعمة لإسرائيل في وجهة النظر تلك السؤال هل ترى أن ما تقوم به إسرائيل الآن هو فعلاً دفاع شرعي عن النفس القانون الدولي واضح لا يمكنك أن تعرف الدفاع بالنفس هو بأن ترتكب جريمة حرب فإسرائيل إذا أرادت الرد وإذا أرادت الرد على أي عنف من حماس يمكنهم الرد تحت وطأة القانون ويمكنهم الرد تحت وطأة المجتمع الدولي وقوانين المجتمع الدولي وما نراه الآن أن غضب إسرائيل تجاه المجتمع المدني في غزة الذي لا استطيع أن يدافع عن نفسه لا يمكنك إلا أن تسميها دفاعاً عن النفس وإنما هذه مذبحة ضد المدنيين حوالي 11 ألفاً من المدنيين قد ماتوا بالفعل بعد هذه الهجمات فأعتقد أعتقد أن هؤلاء المدنيين لا يصحقون ذلك أعتقد أن هذا لا ينطبق لا ينطبق عليه مسمى دفاعاً عن النفس في المجتمع الدولي ولكن أهداف أهداف إسرائيل الآن قد واضحت وحتى إن قلنا أن أن هذه مقاومة لما حدث لا نستطيع أن أقول أن هذه مقاومة في ظل ازدياد هذه الأعداد الأعداد تزيد الآن انظر إلى عائلاتهم انظر إلى الأطفال في غزة هل هذا يخلق مناخاً من السلام لا أعتقد لا أعتقد ذلك إذا نظرنا إلى احترام القانون وتطبيق حقوق الإنسان من المؤم المتحدة والمجتمع الدولي ليست هذه طريقة مناسبة أو ملائمة لتطبيق العدل في غزة الوضعية القانونية لإسرائيل هي أنها دولة احتلال على قطاع غزة والضفة الغربية هنا يأتي السؤال من له حق الدفاع الشرع عن النفس الفلسطينيون في غزة والضفة أم سلطة الاحتلال أي إسرائيل في البداية لو كان الاحتلال واحتلال وحشياً كما رأينا بعد عام 1967 وما قبل من عام 1948 فيوجد بعض الاتفاقيات التي حدثت وحدث بعدها أربع حالات لاحتلال الأراضي الفلسطينية والاحتلال يستمر ويتزايد مرة بعد أخرى وتحت القانون الدولي نعم يوجد الآن أكثر من مرة قامت إسرائيل باحتلال أراضي الفلسطينية الفلسطينيون الآن يجب عليهم لديهم الحق ليقاوموا ولكن كلا الطرفين يجب عليهم احترام مظلة القانون الدولي يجب احترام حقوق المدنيين في كلا البلدين يجب أن نحترم اتفاقية جينيف يجب احترام الآن يجب على كلا الدولتين الرجوع لمحكمة العدد المحكمة الدولية للوقوف على مشهد واضح من قانونية الدولتين أشكرك كريك مكيبر مدير مكتب حقوق الإنسان التابع الأم المتحدة بنيويورك كل الشكر لك وتحياتي على موقفك النبيل شكرا شكرا